لم تكن الناصرية أولى عنوين المعركة التي دخلها رئيس الوزراء بل هي سلسلة أحداث ما بين دموية وتخريبية وفوضوية كشف عنها الستار في مؤتمرات عدة كان الأخير منها حديث جريء بالحجة والبرهان وما لعبة تغيير الخروف والكلمات التي يقف خلفها المخربون لإحداث شائعات كتلك التي قيل إنها استعمار بدلا من استثمار إلا محاولة جيوش إلكترونية يتضح نزف الدم منها بين العراقيين من عالم الافتراض إلى الساحات الكظمي الذي دخل سباق المنافسة مع الزمن محاولا أن ينهي ملفات شائكة كالمنافذ وأشباحها والسلح المنفلة وشخوصه والانتخابات التي يطالب بها العراقيون نزيهة حرة كل ذلك وأكثر واجه صعابا عدة منها ما يقف وراءه داعمون خارجيون لإبقاء العراق في دوامة الضياع والانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي يتضح هذا جليا في رؤية العالم العربي والغربي إلى المشهد العراقي برؤية تدعم موقف رئيس الحكومة الصعب في مواجهة تيارات السياسة المتناحرة على المصالح ونفوذ بعيدا عن النظر للعراق أولا وقبل كافة المقيس الشخصية أو الحسابات السياسية إذن بالصوت والصورة تقرأ كمتابعا للأحداث المتواترة أن الرئيس ماضا في محاولات ضبط ميزان المعادلة السياسية والأمنية لكن وعلى الرغم من قرارات كتلك التي أعلنها الكاظمي مؤخرا والمتعلقة بإيقاف تعيين مدراء فاسدين وهو ما يزيد التحدي الكبير أمام الحكومة بالوقوف في وجه قوان سياسية تتنقض بمواقفها بعيدا عن مصلحة العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا وبعيدا عن احترام سيادة القانون وما يوصل البلاد لانتخابات حرة تنجب مشهدا سياسيا يعيد الميزان العادل لحقوق البلاد وأبنائه اشتركوا في القناة